بسم الله وأهوالي معطوف على مخفوض وأهوالي يوم القيامة جزاك الله خير قال رحمه الله كتاب البعث وأهوالي يوم القيامة فصل في ذكر الحساب وغيره وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فما تضارون في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلفنا وآله وصحبه ومن ولا وهذا فيه رؤية المؤمنين لله عز وجل في يوم القيامة كما يشاء سبحانه وتعالى كما يشاء سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله في الحديث قال فما تضارون في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيران ابن الله فيقالوا كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد عزيران ابن الله صح كده إيش مكتوب النون وإش عليها عندك مفتوحة أيها هذا هو عزيران ابن الله بدل محسنت مفتوحة قالوا كنا نعبد عزيران ابن الله فيقالوا كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقالوا لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقالوا لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا قال مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فنقول هل بينكم وبينه آية فتحة فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من ثمقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد التقاء عندك فيكشف ولا فيكشف فيكشف يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يسجد نعم قال في الحديث فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من ثلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد التقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحضوا ما زل فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكث يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النر فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد لي مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم لإخوانهم الذين في النر وفي رواية فما أنتم بأشد لي مناشدة لله في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا فتحرموا صور صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به يقول ارجعوا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما من النار لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما فيلقي فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السير ألا ترون الحبة مخفوضة ولا منصوبة الحبة هنا عندك بالفتح مخفوضة مخفوضة أيوة الحبة مبارك الله فيك قال في الحديث فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السير ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون فيخرجون كل لؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول دخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم أبدا رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم يقول بلى فيقول إني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا قال قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بلى لأركان لأركانه انطقي جزاكم من الخير قال في الحديث فيختام على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن فيقول بعدا لكن وسحقا بعدا لكن بارك الله فيك فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل رواه مسلم فصل في الحوض والميزان والصراط حسبك عن عبد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه حديث بسعيد الخدر المتفق عليها هذا حديث عظيم رعاكم الله مليء بالفوائد والعوائد وفيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة وأن اليهود والنصارى كفار مآلهم إلى النار وأنه وأن من مات على التوحيد وهذا هو نثقال ذرة من خير من توحيد أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وإن فعل المعاصي ما لم يستحل لها وهذه عقيدتنا عقيدة على السنة والجماعة والجماعة بخلاف الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة ويجعلون خالدا مخلدا في النار وبخلاف المعتزلة الذين يفسقون فاعل الكبيرة ويتفقون مع الخوارج أنه في الآخرة خالدا مخلدا فيه فيه في النار وأيضا فيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى الله عز وجل قضى أن لا يرى خلقه في الحاج الدنيا لكنه ينعم على عباده الصادقين المؤمنين برؤيتي سبحانه في الدار الآخرة ولذلك هذا من أكمل النعم التي ينالها المؤمن في الآخرة وكانت هناك أنشودة مشهورة إن تدخلني رب الجنة ذاك أقصى ما أتمنى نقول لا أقصى ما نتمنى رؤية الله عز وجل وأفضل الأمنيات قال ربنا عز وجل وجوهن يومئذ ناظر إلى ربها إلى ربها إلى ربها ناظر ولذلك رعاكم الله من نسبة للذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الدار في الدار الآخرة ويقولون مستحيلا لأنها تلزم التشبيه والتبعيض والتجسيم هذا غير صحيح هذا الكلام وهذه اللوازم ليست صحيحة الله عز وجل يقول وجوهن يومئذ ناظر إلى ربها ناظر فالناظر وجوه المؤمنين وبالمقابل ووجوهن يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة الباسرة وجوه الكافرين والله عز وجل يقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والنبي يقول كما رمعنا في هذا الحديث وفي غيره في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمراء ليلة البدل لا تضهمون في رؤيته يعني لا تزدحمون في رؤيته وأيضا عندنا مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقول يا رب ألم تبيضوا وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر يا رب معز وجل هذا دليل القرآن والسنة وبل والإجماع منعاقد يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد عند كتاب جميل كتاب مزن اسم التوحيد يقول أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين والتابعات ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشك ولم يرتاب أن جميع المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم القيامة عيانا بل وقال في نفس الكتاب وقد علمت أن العلماء لم يختلفوا يقول وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنيا قال ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بمؤمنين نعيد ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من الهود والنصارى والمجوس كما قال ابن المبارك رحمه الله نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية وقال أبو الحسن الأشعري في الإبان في أصول الديان وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة وما روي عن أحد منهم أن الله تعالى لا تراه العيون في الآخرة رأيتم هذا لجعل الصحابة أن الله تراه العيون ولم يروي أحد أبدا من الصحابة أن الله لا تراه العيون فلما كانوا على هذا مجتمعين وبه قائلين ثبتت في الآخرة إجماعا يعني رؤية الله عز وجل وثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع إذن يجب الإيمان به وعدم الالتفاة لمن أنكره طيب الذين ينفون الرؤية كمعتزلة وجهمية وروافض وغيرهم عندهم شبهات سقيمة لا قيمة له ماذا يقولون يقولون إثبات الرؤية يلزم منه التشبيه والتجسيم والتبعيد نقول هذا القول الباطن ولا حقيقة له فأهل السنة يعتقدون أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ليس كمثله شيء هو السمع البصير ويعتقدون أن الله ليس مركبا من أجزاء متفرقة هذا الإلزام هذا الإلزام باطل وليس جسما بالمعنى اللغوي ولا الكلام ولا الفلسف فليس جسدا ولا مركبا من جوهرين فأكثر يعني روح بدن غير ذلك ولا من هيول وصورة يعني روح وجسد والله عز وجل ذات مقدسة ليس كسير الزوات ليس كمثله شيء يسمع البصير وهو العلي الأعلى يراه المؤمنون بأبصارهم كما أخبر هو عن ذاته تبارك وتعالى وكما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام في الحديث لمرة معنا وحديث أخرى كثيرا ومعاذ الله أن ينسب إلى نفسه كفرا أو تشبيها أو ينسب الرسول إليه صلى الله عليه وسلم كفرا أو تشبيها طيب وإذا كانت الرؤية تستلزم الجهة والمقابلة فلا حرج في ذلك فإنه لازم الحق حق والله عز وجل موصوف بالعلو والفوقية ولا يستلزم ذلك تجسيما ولا تشبيها وليس الذي ينفي العلو دليل صحيح يعول عليه ما عندها دليل ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحوية وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء فالله ليس القمر إنما تشبيه الرؤية تكون واضحة كما أنك ترى القمر وفيه دليل على علو الله على خلقه وإلا يعني هل يعقل والكلام لها بالعز الحنفي أن تكون الرؤية بلا مقابلة ومن قال يرى لا في جهة فليراج عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلف الرأي ولا عن اليمين ولا عن اليسار ولا فوق ولا تحت فهذا الكلام كلام باطل ولذلك المعتزلة ألزموا من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقى الرؤية بغير جهة وما ألزمهم المعتزل هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم يعبدون عدما يعبدون هؤلاء عدما أيها الكرام الفضلاء ولذلك نحن نؤمن أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى والله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير بل قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتح حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال وأحاديث الرؤية متواترة شوف من رواها أو بكر الصديق أبو هريرة أبو سعيد الخدري كم رمعا جرير بن عبد الله البجلة صهيب بن سنان الرومي عبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري عدي بن حاتم أنس بن مالك بوريدة ابن الحصيب أبو رزين العقيل جابر بن عبد الله أبو أمام الباهلي زيد بن ثابت عمار بن ياسر عائشة ابن عمر عمار بن رؤيبة سلمان الفارسي هذول عشرين كم من معايك حذيفة ابن عباس ابن عمر أبي بن كعب كعب بن عجر كم دخلنا في خمسة وعشرين صحابي لذلك أحاديثهم مليئة في المسانيد والصحاح إلى غير ذلك أيها الكرام الفضلاء لذلك أيها الكرام الفضلاء لا تنشغلوا بمن يقول مثل هذا الكلام الذي لا هو له حظ في النظر ولا حظ في الأدلة الصحيحة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم شكرا لكم